صار عندك فوبيا سوزان من الإطلالات التلفزيونية؟ لا، لأني طولت عليك شوي لأنه بتصير ترند، لأنه لما تحكي شي دغري بيصير في جدل حوله يعني سوزان ناجم الدين المثيرة للجدل أو يساوي ترند، ليه؟ لا، ما أنه صار عندي فوبيا، بالعكس أنا كتير بحب اللقاءات العامة، مش لقاءات صحفية السريعة أحياناً لقاءات صحفية السريعة بتتورطني لأنه أنا إنساني عفوية كتير كم مرة ورطتك هذه اللقاءات؟ لا، والله كتير، لأنه أنا عفوية أنا بحكي بطريقة اللي بقلبي على لساني أنا فاشلة جداً بالتمثيل في الواقع، فاشلة، ما بعرف مثل فاللي بقلبي على لساني وبعيوني بيبين أي شي زعلانة فرحانة كله فلما بتجي لعندي كاميرا صحفية بسرعة بتاخد الرياكشن الحقيقي تبعي فهذا الشي ممكن لقدامي يولد شي عند الناس أنا ما بيكون ببالي ورطتك كتير هالعفوية؟ هلا أنا هيك وأحياناً بحكي كلام بعبر عن حالي فيه أحياناً بيخوننا التعبير بجملة معينة بس الناس بتحسيها ناطرتك هل ناطرين سوزان أو ناطرين كل الناس؟ ناطرين كل الناس؟ ناطرين كل الناس، أي حدا بتحسي أي حدا عم يغلط بأي شي، شكل ولا مضمون ولا كلمة ولا جملة ما بيكون قاسد فيها شي، بتحسي أنه مجموعة فئة كبيرة من الناس هؤلاء الغير معروفين اللي يمكن لا عندهم لا شغلة ولا عملة عم بيحبوا يتنمروا على هذا الفنان أو على هداك الفنان يعني إذن اتخطت حدود النقد أو الهجوم وصلت للتنمر لا أكيد طبعاً تعرضت للتنمر أكيد، يا طبعاً أنا وكل الفنانين أنا وكل الفنانين عم نتعرض للتنمر أذاكي تنمر رسزان؟ ما في حدا متعرض للتنمر أذاكي بيأثر عليك أو خلص؟ بالنسبة لألي بحياته ما فرق معي بصراحة، أبداً، أبداً محول؟ يعني أنت بتمشي على قاعدة الدعاي السيئة هي أيضاً دعاي؟ ولا بحياتي بفكر بها الطريقة كيف تفكر؟ أنا إنساني كثير طبيعية وكثير بسيطة وما عندي عقد التريند والشهرة والقصص والكذا بحب أعبر عن حالي هلأ أنا عبرت عن حالي بها الطريقة الإنسان العاطل هياخد الشي العاطل من الكلام والإنسان الجيد والفهيم والمثقف والمتوازن والمتصالح مع حاله هياخد جملتي مثل ما عانيتها هلأ الجملة لما أنت بتقوليها في ناس بتفسرها غلط وفي ناس بتفسرها صح